موسيقى مواضيع وأحداث عديدة شهدها هذا الأسبوع بقيت هجمات باريس وما تبعها مسيطرة عليها نتوقف عند شكل وحجم التغطية الإعلامية والتعاطف والتضامن الذي شهدته هذه الهجمات بالمقارنة مع هجمات إرهابية مماثلة في مناطق متفرقة من العالم لسيما في المنطقة العربية موسيقى المحطة الثانية من المزاج الدولي العالمي حيال الإرهاب هل غيرت هجمات باريس نظرة الغرب تجاه روسيا فيما يتعلق بسوريا تحديدا؟ هل يتم الإعلان عن تحالف ثالث أكثر جدية وفعالية في مكافحة الإرهاب وبمشاركة موسكو والعواصم الغربية؟ المحطة الثالثة من اليمن الذي يعاني كارثة إنسانية باعتراف المنظمات الأممية والحقوقية هل السبب الرئيس هو المعارك؟ أم الحصار البري والبحري والجوي المفروض من قبل التحالف على هذا البلد؟ ولماذا يصمت المجتمع الدولي عن هذه الكارثة؟ موسيقى وأخيرا هذه حكاية سائق روائي في فاكستان يروي مشاهداته وتجاربه عن الناس ويجمعها ضمن كتيبات تباع في المكتبات موسيقى أهلا بكم إلى العد العكسي موسيقى 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 في كل مرة تقع فيها تفجيرات إرهابية في أوروبا وفي الغرب عموما يسارع العالم إلى الإدانة والتضامن وهذا مطلوب وواجب من منطلق إنساني وأخلاقي بحت ما جرى قبل اعتداءات باريس وبعدها لم يشذ عن القاعدة أجمل وأشهر مباني العالم أضاءت بألوان عالم فرنسا تضامنا مع ضحاياها الأبرياء من لندن وبرلين وبريكسيل وأستراليا إلى المكسيك وريو دي جانيرو مرورا بإمارة دبي والسعودية ومصر وصولا إلى هنا إلى لبنان أضيئت الرموز والمعالم الأثرية والأبراج العملاقة بألوان العالم الفرنسي قبل هجمات باريس الإرهابية بساعات قليلة وقع تفجير إرهابي في منطقة برج البراجنة في ضحية بيروت الجنوبية لم يحضر الضحايا اللبنانيون بربع ما حضي به الضحايا الفرنسيون من تضامن في فلسطين والعراق واليمن وليبيا ومصر ينزف الدم العربي يوميا ويقع الضحايا بالعشرات والمئات من دون أن يرف جفنوا تضامن واحد مع الضحايا ودويهم لماذا لا يتضامن الغرب معنا كما نتضامن معه؟ لماذا لا يتضامن العرب مع أنفسهم كما يتضامنون مع الغرب؟ هل تصح تجزئة الأخلاق هنا أو ازدواجية المعايير؟ أليس الموت واحدا؟ وأليس صانع الموت ومنفذه واحدا أيضا؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من بريس دكتور فيصل جلول الخبير في شؤون الإقليمية أهلا بك دكتور فيصل استمعت إلى المقدمة وكان حديث الكثير من المتابعين في الواقع هذا الأمر حتى الانتقائية في الموت أو في تغطية الموت لفتك هذا الأمر؟ طبعا ويحتاج إلى وقفة حاسمة مرة واحدة على الأقل لأن المسألة تبدأ قبل الموت هناك تصنيف للدول هناك دول تابعة ودول متبوعة وفرنسا من الدول المتبوعة والتي تقود العالم وبالتالي أفعال وما يحصل في هذه الدولة كما يحصل في نظيراتها المتبوعة يكون له صدى الأسياد وبالتالي موت الأشخاص عندهم هو موت للأسياد بينما موت الأشخاص في أماكن أخرى هو موت للتابعين مع الأسف هذا هو التصنيف أولا ثانيا مسألة في غاية الأهمية السلطة الإعلامية الأساسية في العالم عندهم وليس عندها دول صغيرة مثل لبنان أو غيره ومن الطبيعي في هذه الحالة صاحب السلطة الإعلامية الأقوى أن يغطي الحدث في فرنسا بطريقة مختلفة تماما وبقوة أكبر وبمعاني أكبر من طغطياته في لبنان بالنسبة إليه موت لبنانيين هو موت سنوي بينما موت فرنسيين هو موت أساسي هو موت خطير هو موت يجب أن يشعر العالم معه بأذى إذا إذا حالة لا مساوية تبدأ قبل الموت وتؤدي إلى النتيجة التي ذكرتها حضرتك في المقدمة أن موت لبناني لا يساوي موت فرنسي إذا سلمنا بهذا الواقع وهو واقع مرير حقيقة أن الإعلام الغربي له مصالحه وله أهدافه وله مبرراته ربما نحن رأينا الإعلام العربي كيف أيضا تجند لتغطية الاعتداءات الإرهابية نعيدها ونكررها أنه مدانة أصلا وكل ضحية سقطت في فرنسا هي من الشهداء تعتبر ولكن الإعلام العربي أيضا بالمقارنة مع اعتداءات التي حصلت ببرج البراجنة كان فيه تجنيد كبير لتغطية الأحداث بباريس يعني تعاطفوا مع البعيد أكثر من تعاطفهم مع لبنان على مرمى حجر أيضا هذا يحتاج إلى وقفة دكتور نعم والوقفة هي على شكل التالي أظن بأن الإعلام العربي عموما يتصرف بعقلية الإعلام التابع وليس الإعلام السيد لذلك الإعلام التابع كما الحكومات التابعة تتبع الحكومات الغربية فالإعلام يتحرك بنفس السياق يعني يتصرف بطريقة الإعلام التابع وليس لديه شعور بالسيادة فقط إعلام مستقل كإعلام الميادين وليس لأنني أتحدث على شاشة الميادين لا نحن غطينا أصلا وأيضا كان فيه تغطية واسعة لما جرى بفرنسا لكن قبلها لبنان أيضا فتحنا الهواء نعم نعم التغطية شيء آخر أنا أتحدث عن التغطية أتحدث عن الشعور باللموساوات وطرح السؤال لا أحد يطرح هذا السؤال أسبب بالنسبة للإعلام التابع هذه المسألة بديهية بديها أن يكون باللاوعي الإعلام التابع بديها ان يكون موت فرنسي أهم من موت لبناني أو موت أمريكي أهم من موت صومالي أو موت بريطاني أهم من موت ليبي بلا وعي الإعلام التابع وبطريقة عمله الاستشراقية إلى حد بعيد هذا أمر طبيعي وبديهي وبالتالي هو لا يتضامن مع الضحايا اللبنانيين كما يتضامن مع ضحايا فرنسيين أو بريطانيين أو أمريكيين مع ضحايا غربيين ربما عفوا دكتور للمنطقة أيضا خصوصيتها وحساسيتها ربما لو كان وقع التفجير بقلب بيروت لا سمح الله مثلا كان في وسائل الإعلام غطته بطريقة أفضل أو أوسع مما غطته الآن أليس كذلك؟ شرط في هذه الحالة يمكن وسائل الإعلام الغربية أن تنكب وأن تحول الحدث في وسط بيروت إلى حدث مركزي إلى حدث استثنائي لتوجيه وجهة أخرى وجهة بالصراع الداخلي اللبناني للقول للإيحاء بأن هذا من فعل الطرف الآخر هذا من فعل حزب الله هذا من فعل المقاومة هذا من فعل فالتغطية في هذه الحالة تتعدى حالة الضحية وتكبر حتى توظف سياسيا بطريقة تتيح ضرب الآخر وليس احتراما للضحية لأنه لو لم يكن هناك طرف آخر في لبنان لكان مثلا اغتيال الذين اغتيلوا في وسط بيروت وفي أماكن أخرى من الأحداث السنوية في العالم وليس الأحداث المركزية ونحن نقول أنه تضامنا بطبيعة الحال هذا مواجب إنساني وأخلاقي تضامنا مع الضحايا تضامنا مع ضحايا باريس من خلال سوشال ميديا من خلال طلعاتنا على التلفزيون من خلال أحاديثنا لكن كان لافتا العالم الفرنسي كيف تزينت به يعني معظم مباني وأبراج العالم واسمح لي أن أمر سريعا على بعض الصور لبعض الأبراج والمباني بدول عربية طبعا بدول أجنبية نرى أبراج الكويت الأهرامات بمصر أيضا هذا البرج فيه الرياض بالمملكة العربية السعودية برج الفيصلية بالرياض استاد هزاع بن زيد بالإمارات برج العرب بدبي قصر الإمارات في أبوظبي برج إيفل بطبيعة الحال في فرنسا مركز التجارة العالمي في نيويورك تمثال سيد المسيح في ريو دي جانيرو دار الأوبرا بسدني وصخرة الروشة في لبنان تحية للفنان عاد الإمام الذي ارتقى أن يضع بروفايل في الفيسبوك عالم لبنان وقال أنا متضامن مع لبنان لبنان أقرب من فرنسا وكان في أيضا اليوتيوب الفيسبوك كل الشركات العالمية وضعت العالم الفرنسي بكل الأحوال هذا للأسف يفترض أن يتكرر أو نتوقع أن يتكرر بالمستقبل نعم أظن بأن المسألة السياسية بالدرجة الأولى في الثقافة السياسية عندنا هذا سيتكرر مئة مرة وليس مرة واحدة فقط أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء أساسي أيضا وهو أنه بدول الخليج مثلا بالسعودية أو بقطر هذه الدول لديها اتفاقات أمنية مع فرنسا ومع أمريكا وبالتالي تتلقى الحماية من الدول الغربية وبالتالي تشعر بأن حدث من هذا النوع يؤثر على الدول الغربية سيؤثر عليها أيضا وانطلاقا من هنا أيضا من مصالحها وليس من جانب أخلاقي تسعى إلى أن تكبر هذا الحدث أو تتعامل معه بنفس المستوى الذي يتعامل معه وسائل الإعلام الغربية أنا أقول بأن الميادين وغير الميادين الذين تعاملوا أخلاقيا مع الحدث الفرنسي بوصفه مساوي للحدث في لبنان وفي مالي وفي الأماكن الأخرى في العالم التي ضربت وسقط فيها ضحايا يستحقون التضامن ضحايا يستحقون لفت الانتباه يستحقون أن ندين ما جرى لهم أخلاقيا وليس لأسباب سياسي وليس للهرامية الموجودة إذن أظن بأنه لم تخطئ الميادين ولم تخطئ الوسائل الإعلام التي ساوت بين ضحايا فرنسا وضحاياها هذا موقف أخلاقي يشرفها ولا يؤثر إطلاقا على أداءها وهناك موقف أيضا أخلاقي مشرف في الواقع ومفاجئ للبعض ظهر من الولايات المتحدة من قلب الكونغرس الأمريكي عندما دعا النواب الجمهوريون إلى الوقوف دقيقة صمت وتلى الكلمة يعني النائب الجمهوري داري العيسى ربما لأنه أيضا من أصول لبنانية دعا الجميع إلى الوقوف دقيقة صمت على ضحايا تفجيري الضاحية الجنوبية نتابع ما قاله ثم نعود دكتور أطلبوا دقيقة صمت للتضامن مع ضحايا الانفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني عشر من نوفمبر الفين وخمسة عشر والتي أودت بحيات ما لا يقل عن ثلاث واربعين ضحية وجرح ما يقارب المئتين إضافة إلى الخسائر في فرنسا في الثالث عشر من نوفمبر وفي الأجواء المصرية حيث حصد داعش ما يقارب الأربعمائة ضحية بأقل من أسبوعين كيف ممكن تفسير هذا الموقف من الكونغرس الأمريكي دكتور؟ هنا ندخل في السياسة لأن ما حصل في فرنسا ليس فقط في فرنسا وحصل من قبل فرنسا في بداية هذا العام وحصل في أماكن أخرى بيت واضح تمام أن الوحش الذي ساهم الجميع بخلقه خرج عن السيطرة وبالتالي ما عاد يؤدي الوظائف التي كان يؤمل أن يؤديها أن تكون داخل سوريا فقط أو أن تكون ضاغطة في العراق بيت هذا الوحش متطلب أكثر وصار يهدد مصالح أساسية في الخليج مثلا وهو قادر بحسابات استراتيجية الغربية قادر على أن يصل إلى مناطق في الخليج وأن يخرج عن السيطرة ويتصبح لديه وسائل أكبر ويصبح يهدد أكثر وبالتالي صار ليس تحجيم ومطلوب الخضاء عليه ما يجري اليوم هو مساعي غربية لخوض حرب نهائية يسمونها ضد داعش إذن هذا نوع من التضامن في الكونغرس يتم في هذا الإطار في إطار تشكيل تحالف دولة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية نعم طيب نعود إلى الوضع الأمني طبعا ما زال في رعب بباريس وفي تبعات اليوم ببلجيكا يعني في إغلاق لبعض الطرق والمترويات وإلى آخره الصحيفة The Observer البريطانية دكتور كتبت العالم مطالب بمعالجة قلب الإرهاب في سوريا تشديد الإجراءات الأمنية لا يمكن أن يحمي تماما مدنا كباريس ولندن وبروكسل وروما من الاعتداءات الخطر اليوم هو أن يدفع الخوف بالكثيرين إلى البحث عن الجهة التي يدينونها ويحملونها المسؤولية وهذه الجهة هي المسلمون الحروب ليست حلا إنما المشكلة في الأزمة السورية في وعي كبير يبدو بالغرب لدى نخبة ربما معينة أنه بالفعل لب المشكلة أو سبب كل ما يحدث هو الأزمة السورية الآن هذا الوعي متزايد أكثر إلى حد أن صحيفة الفيجارو منذ ثلاثة أسابيع نشرت استفتاء تبين فيها أن 75% من الفرنسيين يريدون إنهاء الأزمة السورية مع النظام الحالي وليس ضد النظام الحالي عبر تسوي مع النظام الحالي إذن وهناك أيضا انطباعات عديدة في وسائل الإعلام غربي أخرى بات التعطي الأولوية للحرب على داعش وليس لإسقاط النظام السوري كما كان سائدا من قبل هناك تحول هذا التحول لم تعترف به بعد حتى الحكومة الفرنسية لم تعترف به بعد وما زالت ما زالت الرئيس الفرنسي يتحدث عن سوريا بالقول أنه يعني ليس هذا الرئيس يجب أن يذهب وليس نحن لنا شن حرب لصالح هذا الرئيس يعني كلام من هذا النوع الدرس لم يتم استيعابه بعد بشكل كامل ولكن أظن بأن الأمور ماشي الرأي العام ماشي باتجاه آخر الآن وولند الرئيس الفرنسي يفترض أن يكون بموسكو الخميس المقبل هذه بحد ذاتها الزيارة مهمة ويمكن أن يصدر عنه مواقف جديدة فيما يتعلق بحلف متوقع جديد ضد الإرهاب أو بتغيير يعني أن تغرد السياسة الفرنسية خارج سرب السياسة الأمريكية هكذا يتوقع البعض هي لديها السياسة الخارجية الفرنسية لديها بولفار إن حبت أن تستخدمه متاح وكما لوح به الأمريكيون مرة وتوقفوا هذا البولفار هو التالي أنه يتم كما قيل حوار سوري سوري بين المعارضة والموالد كما طرح الروس من بعد يتم الاتفاق على دستور من بعد يتم الاتفاق على موعد للانتخابات حرة تماما ومن يفوز فيها هو الذي يحكم سوريا هذا الباب الروس موافقين كل الناس موافقين عليه لدى هولوند ولدى الآخرين هذا الباب مفتوح وأظن بأنه يمكن أن يكون هذا الباب هو الأفضل للجميع إسمح لي أيضا أن أعود من جديد إلى ما حدث في باريس وما كتبته الاندبندنت البريطانية تقول هجمات باريس الأخيرة تختلف عن شارلي إبدو ومركز التسوق اليهودي في درجة التدريبة التي تلقاها منفذوها داعش يمزج للمرة الأولى بين معارك الشوارع وأسلوب العصابات والقتال التقليدي لأنه يريد إثبات قدرته على الضرب في أي مكان في العالم ربما هذه ناحية أو زاوية لم تلفت نظر كثيرين الاندبندنت تحدثت عنها يمزج بين قتال العصابات والقتال التقليدي لا يوجد أثر لذلك على الأرض الحاصل أنه العمليات التي قامت عمليات نجمة عن حرب عصابات تقليدية كلاسيكية ما خادوا حرب نظامية ربما يقصد بسوريا ربما يقصد أن داعش نفسه الموجود بسوريا جيوش من داعش هو نفسه يخوض حرب عصابات بفرنسا أو بدول أوروبية ربما الحرب عصابات نعم هذا وارد وليس حرب كلاسيكية تقليدية حرب عصابات صحيح هذا وارد لأن الطريقة التي تم القتال فيها حتى بالشقة التي ضربت مؤخرا شرطة الفرنسية أطلقت خمس تلاف عيار ناري خلال ساعة وهذا شيء ينم عن مقاومة عنيفة بالداخل وعن اقتصاد في استخدام الزخيرة وعن خبرة وعن معرفة بهذا الجانب صحيح حرب عصابات كلاسيكية لكن حتى العمليات التي تمت ضد المدنيين من قبل العمليتين التي تمت في ستاد فرانس وفي الباقاتل العمليتين بيّنوا بوضوح أنه هذا النوع من الحرب التي استخدمت حرب العصابات التي استخدمت حرب كلاسيكية وليست جديدة أنا أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات دكتور فيصل جلول الخبير في الشؤون الإقليمية حدثنا من بريس هل بدأت مرحلة جديدة في مجال مكافحة الإرهاب بعد فاصل قصير يتخلله موجز للأنباء ثم نعود